دلوقتي مشاهدين معد مجز الأهم الأخبار مع علمنا شكرا لك شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرناتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسياغات مصار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء يتصق مع أهمية وقصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة الممثلة في كل ربوع مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية ومحافظ شمال سيناء وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائقة لأهالي سيناء وخلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي ثمن الرئيس السيسي الشركة الممتدة مع شركة إيني معربا عن التطلع لمواصلة التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة من جانبه استعراض ديسكالزي تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر والتي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة مشيرا إلى أن إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال الأربع سنوات المقبلة وذلك بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني وليام روتو وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس السيسي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقاتها كينيا وأضف متحدث الرئيسة أن رئيسين تباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنصيق المشترك بشأن سبول مواجهة التحديات المختلفة وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية اختتمت جلسات المحور السياسي بالأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر وذلك بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع ونقشت لجنة الأحزاب السياسية على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسة واحدة دعم وتشجيع حريات الرأي والتعبير وكان أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوما من الأيام المشار إليها أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كاركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة تأتي تصرحات رئيس الوزراء العراقي في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الأمن في مدينة كاركوك لمنع وقوع المزيد من عمل العنف بين مجموعات عرقية وارتفاع عدد القتل في الاشتباكات ويتركز الصراع على شغل مبنى في كاركوك كان يستخدم مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ عام 2017 كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما عاجلا ينزم الحكومة بتأجيل إجراءات تسليم المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي عن ترشيحه رستم عمروف الرئيس صندوق الأملاك الدولة الأوكرانية ليشغل منصب وزير الدفاع خلفا للوزير السابق أليكسي ريزنكوف وقال زلنسكي أن وزارة الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع متوقعا أن يدعم البرلمان هذا الترشيح وتأتي إقالة وزير الدفاع بعدما هزت سلسلة فضائح فساد وزارة الدفاع الأوكرانية خلال الأونة الأخيرة تظهر الألاف في النيجر لليوم الثالث على التوالي مطالبين برحل القوات الفرنسية والتي وصفوها بالاحتلال وانضمع عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد الفرنسيين قرب قاعدة عسكرية نيجرية حيث يتمركز جنود فرنسويين والشهر الماضي أيضا أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرامة مع فرنسا تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي في النيجر وعدت الحكومة البريطانية بإنفق كل ما يلزم من أموال وبأسرع وقت ممكن لإصراح عشرات المدارس المهددة بالانهيار والتي اضطرت إلى إغلاقها كليا أو جزئيا في اللحظة الأخيرة عشية بدء العام الدراسي الجديد وقال وزير المالية جرميهانت إن الحكومة ستنفق كل ما هو يلزم لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لضمان قدرة الأطفال على ارتياد المدرسة بأمان وتتصاعد الضغوط على السلطة التنفيذية منذ الخميس حين تم الكشف عن هذه المشكلة والتي يعتقد أنها لا تنحصر بالمدارس بل تشمل أيضا عددا من مباني المستشفيات والمحاكم المهددة بالانهيار مشاهدين انتهى موجز السامنة ونعد استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل